كنا عم نحكي أنا وياك عن الزبالة معلش شو موقفك من الوضع السياسي بالبنان أنا بهمني دل الزبالة تندل تطلع ريحتنا شو هاي الكولونيا وكذا بشعط لإطرحت هاي دي أحلى طلعت ريحتنا شو فهموا نهو طلعوا كلها الشرك اللي بتعمل طلعوا كلها الشرك اللي بتعملنا كونونيا ما بيفهموا هاي؟ الزبالة أحلى هالوضع السياسي بلبنان شو رأيك فيه؟ شو هو؟ الوضع السياسي الوضع السياسي؟ يعني شو بدي أقول ما إليه كانوا مش سامع بالسياسي يعني أنت أقلي كثيرا السياسي مش بقى عندي أنا عندي سياسي وبفهمها وبعرف من بره وبعرف من جوة اللي بدون ينشافوا بس ما بدي تعاطى ولا شي من عمر عشر سنين كنت أسمع جيران اسمع أختي وعم بكبر عم بكبر ما حدا قاية كلمة منيحة عن حدا بيحكم واحد بالمئة يمكن عشرة بالمئة بس وصلتي لهون منيحة اللي نحنا أنا بنسى كل شي لما بشوفوهن لأنه بحب الإنسان كأنسان بس عقله وتصرفاته آخر همه بس أنا ما بكون أنا إذا تكون أتباع على الله بدي أحب أي إنسان بالأرض ولا دين إلا ما عندي إيه إنه عنده جوة بغض النظر شو بيشتغل شو بيعمل شبك إنسان بس أنا شو بدي فيه خلاص أعطي على الأمل من السياسي أعطي على الأمل خلينا ببرامج الهوات أحسن أحسن ببرامج الهوات المكتسحة الشاشات اللبنانية هلا والعربية أكيد شو رأيك شو تقيمك للمدربين وللجان التحكيم آمن هاي دي هلأ هاي دي البرامج هاي برامج مثلا بيلهوا الناس لأنه فيه ناس بيقولك لا شو عم يعملوا هلأ بيلهوا الناس أحسن ما يخففوا شوي ندفت حشيشي ندفت سكر ندفت كذا طب نجان التحكيم أنت كأستاذ اليسر رحباني يعني شو بتقيم تقيمك لإيلون هلأ لكن مين ما أجا يعني الأشخاص الموجودين مؤهلين له الشيء مين ما كان من الموجودين عم حسك مسالم كتير اليوم مورك تحكي على حدا لا مش هكي مين ما أجا لأن هاي شغلي دائية أنا بحب أقولك أنا كتبوا لما عملت أول حلقة أول شيء كتبت نيويورك تايمز ما نكيت من نيويورك تايمز هلأ إلا إذا دفعوا هلأ سمعوا ودفعوا هاي نيويورك تايمز لا أعرف شيء واحد لما كنت حضرتك بليشان تحكيم سوبرستار وستار أكاديمي كنت بي سوبرستار بقى هي من زمان بعثهم بيقولوا شو في ماذا يجري في الشرق عملنا كأنه قصة في حرب أو شيء ماذا يجري في الشرق قصة الفلسطيني لا العراق لا سوبرستار ياس نحنا كاميركان ما قدرنا الدولة جمع تلات دول عربية مع بعضهم بمحبة هاي دا الزلمة وما قالوا اسمي لأن ما بيعرفوا اسمي نحن لي ما بيعرفو تقولوا دفعانه هاي دا الزلمة بيحكي بيحكيهم بالمحبة بيحكيهم دحك بيحكيهم بالسياسة 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 اللي هو بده هي تكون حلوي بين بعضهم واجتمعوا 22 دولة هلأ على بعضهم سنة كاملة وما قدرنا نحن نعمل هاي دا لو انا مثلا بروح بركض اه شوفوا لي هاي بالتليفزيون ما قلت بس عرفت شو الايمي العالم عم بتقدرك الصحفيين الاعلاميين العالم وخلي عمير تبش عندك حادثة طريفة لأنه انت بتضحك العالم كلها يعني بتحط الفرحة بقلوب الكل حادثة طريفة كتير سارت بالسوبرستار لكي هلا بدي اقول لك بعض شي انه هنه مازال فيه أصوات عم تجيه معناته اذا هو منيح قاعد ولا مش منيح مش رح يتغير اللي صوته منيح فلهالسبب ما في نقول فلان وفلان وفلان شو بدي فيون الله يوفقون ويدل يطلع أصوات منيحة بس بس ما يخليون يشتغلوا ما بيخلون يشتغلوا المغنيين بيسكروا لأنه ما حدا معه مصاري الا الا المغنيات الا المغنيات فيه طرق كثيرة يعني للربح الميد هيك رأيك ايه يعني بيعرفوا يشتغلوا هون ويرسافروا يعني استاذ اليس نحنا وصلنا لختام حلقتنا الحمد الله الحمد الله تعبناك لا ونحنا بختام كل حلقة مستضيف ضيف او ضيفي بيخبرونا قصتهم معك نحنا ما لقينا أنصب من ابنك غسان اللي لا يحكي عنك ولأن شغلاته الكتير ما قادر يحضر المعنى على ستدي اليوم فأخذنا اللي بدو يحكيه بتقرير وحنشوفه سوا العلاقة اللي صارت بيني وبين الوالد وبين خيئ جمالا نحنا بالعائلة هي علاقة فريدة من نوعها لأنه الياس ونينا البي وامي هن ناس فريدين من نوعهم بالجيل تبعهم لما كانوا هن يعني عم بيعملوا عائلة عم بيكونوا عائلة يلي من جيلهم ما كانوا مثلهم يعني هن كانوا يتعاملوا مع أولاد هلأ أصلا نعرف مع أولادهم شيء ويلي من عمرهم كانوا يتعاملوا مع أولادهم شيء تاني يعني هن عطول اليسر حباني ونينا عطول هن دائمي الصداقة مع الجيل التاني ولحظنا هالشي لما كبرنا وكيف بيعملنا الوالد وامي أنا أخيي بطريقة أنه الصديق يلي عم يجرب يساعدك لأنه يعرف أكتر منك بالحياة مش أنه هو مسيطر عليك وبيك وإمك صديق بيعرف أكتر منك يعني هيك تتخذه من هالمنطلة صارت الإقبال والقبول طبع اللي بيغيرك أنت لما تكون أهوش بحياتك وتكون أنت متسرع بقراريتك وتستغضب على أهلك هالفترة بيبرؤ فيها الإنسان بالأدوليسانس والمراهقة بتطول أكتر أن الأهل يقنع أولادهم أن الأهل معهم حق إذا مش مصادقين أولادهم بس لأنه الصداقة اللي كانت بيناتنا وكانوا يعملونا كأصدقاء قدر ينجح الياسر حباني وأمي نينا بأنه يظهرونا من الأشياء اللي هني عارفين أنه عم يتعلق فيها الولد غلط بأقل وقت ممكن مش تعل كتير وتروح عند حكيم نفسيني وصير يسألوه كيف بدنا نعيالج ابنا لأنه الطريقة كانت كصداقة يعني أننا نقتنع أكتر ونحس حالنا أنه هودي مش فهميننا جيلتاني مش فهمنا من هالمنطلق أهلي عندهم بيعتقد هاي دين الميزة وهي اللي عم بجارب أنا عمل مع أولادي أعلى لك الجانب الإنساني بالياسر حباني هو جانب ظاهر للناس مشكلته هو اللي أنا بقلو إياها أنه ما لازم يظهر كل شيء للناس بس ما لورزمع بيظهروا يعني ما في جانب جمالاً ما بيعرفون الناس عن الياسر حباني يعني الجوانب كلها هو حابب أنه الناس تكتشفها لأن بالنسبة يقلو أنه الأشياء اللي بيبسة بالناس عم بتفرز إيجابية بالمجتمع وبتفرز إيجابية بين الناس والرواء بين الأديان والطوعيف والنوايح والجهات السياسية بالنسبة له عنده رسالة بيعص حاله مجبور يكون عم بيبينه شو لحتى يعدي الناس رواء وتقدم وحضارة مرة بالمدرسة كانت بعدي بالمدرسة عمري 17 قبل 18 قلت له له بابا أنه عطيني السيارة أنا معطيناها بسيارتك لأنه كنا وقتها رتنو نهر السبت كانوا جيبونا نهر السبت أصاص المشاطرين جيبونا نهار زيادة حتى يقصصونا بقى السبت ما في أوتو كار قلت له لأطيني السيارة طبعاك ما أنا ما مشكلة أنا بروح فيها بعرف تعرف أني بعرف سوق وكذا قلت له حطما نتعتر ونضمتر تاكسي وندرش وشتي ما شتي قال لي طيب رحت أنا لمميت الشاباب المقاصصين كلهم من إحنا أربعة خمسة لمميت ونو رحنا على المدرسة لما خلصنا الظهر ساعتينتين ظهرنا وماشينا حت سوبر ماركت جوني هونيكي من جوا وفي هونيكي مصر في لبنان وأنا كنت عم أعطيها وفجأة بيظهر واحد من الصف ادعست فريم بس قدمشته دل شيء أمريكاني من اللوية كانوا حديد وطوف جيت رده لمحله يعني صف محله رجع الظلمة وسيارته صارت الباباني اللي هون تعرف الباباني اللي هون صاروا بالنص مخصورة مثل الثمانة صار هو يعني يعني الظلمة عم يدرب بقي يهز صار ببوابه هون وبوابه هون حشرين هو بالمعدين فاتت فيه سيارة ودرب بسيارتين هو رجع ما فيه تليفونات كذا فت على سيبر ماركت تلفنت لبابا وكان بالريمال قلت له بابا بدي لك بس انه في السيارة فيه نكس صغير بس اذا فيك حدا يجيخ يخد ناكن هو خالي بعدين اذا فيكم بس تجو تأخذ يعني نكس صغير قلت له شوين قلت له حد سيبر ماركت جوني قلت له طيب براموا هوني بحد الهولدي بيتش تنزلوا من تحت وهنوا عم يخدوا الاوتوسترات تايجوا صبية سوعة مالاك من هونيك ويقف السير من قبل الإزائلة يعني قبل الإسباس صار يسأل بي ليه ما فيش سير اليوم مش مفروض يكون في سير مش سبت الظهر هلأ مش هلأ وقتل يمشوا 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 وصلوا وصلوا على جوني فرقوا ونزلوا لتحت ع الساحة واقف السير لتحت كله كرمال الأكسيدان هنا النكس صغير وبعدين جيبوا واحد وينش قصوا السيارة وشافني عم اعملوا بابا هيك هو جاي عمل لي نكس صغير اللي نكس صغير صارنا من التونيل وقفين بالعشقة وعملوا أنا ولا همك بعدين جابوا وينش قص السيارة تاقدروا يشيلوا الزلم لأنوا بعضوا محصور من البواب وهاي خبرية من الأخبار هي مضحكة مبككة يعني مش حق بيزعجني فيه إنه بيعطي وقته لكثير من الناس مع إنه لازم يكون يعطي وقته لكثير من الناس بس الناس ما عنده حدود أوقات يعني لازم يكون عنده وقت لقله بيقوله هيدا دو ناثنج بوكس في شيء بالحياة اسمه دو ناثنج بوكس يعني بدي عندي وقت لقله مثل علبة يعني هذا اللي ما أعمل شي فيه ما عنده إياه مش ما يعمل فيه يشتغل بالوقت مش إنه ما يشتغل يقع بلا شغل بس إنه يكون لقله وقته حر فيه دايماً وقته للناس لازم معه حق هيدا الشيء كتير منيح ونحنا مثله بس لازم واحد يعرف يعمل حدود لأن أوقات الناس ما عنده حدود قداش تضل فاتي فيك فمن المنطلق ضلني أنا أنصحه إنه يكون عنده دو نو ناثنج بوكس أي ما عنده إياه يعني الاسباس برسونال شوي له ما عنده إياه بس هو مبسوط هيك أنا بمبسط إذا هو مبسوط والشي اللي بحبه فيه الشي اللي بحبه فيه هو ما بينعده الإشي اللي بحبه فيه ما بينعده يريد فينا نحنا نكون عنا شغلة واحدة منهم وما عندنا يهود عالمك شوف بقلك إنه أنت إنسان بعدك ما كتوشفت مظبوط مع كل شي بيعرفوا عنك الناس أنا بيعرف شو بعد فيه من الناحية الفلسفية ومن الناحية الميثالية والمورائية والفنية والأبوية بعض فيه كتير أمور ما كتوشفون إن شاء الله إحنا نكون حدك وإحنا موجودين تنساعدك إنه بسرعة توصل كل هاتشي اللي عندك لأنه هو إذا وصل هاتشي اللي عند الناس رح يكون إضافة إيجابية عند كل إنسان بحاجة لقدوة بها الحياة يعني الله يخلي لك إياههم مرسي خليني إياك إياه حادث صغير قالك إيه حادث صغير مرأيسة سبع سيارات وبعضهم نربين اليوم أنت راضي عن إنجازات اللي قام فيها غسان وجد؟ قال لي ما سمح لهم فيه كتير مناح راضي عنهم؟ غسان بديقلك شي كولد كان عمل هنيبعل من أهم من أهم القصص حتى بأمريكا وقعد تسعة تشهر ورجع راح على تونس إجا ثلاثين ألف شخص وعمل ثلاث مسرحيات وبعلبك وعمل واحدة بكمع على الأرض كذلك من فوق بالكازينو مثل مسرحيات الكبار فأنت راضي عنه؟ اليوم شو بتقله عن المكشوف؟ عن شو بتقله لابنك غسان عن المكشوف؟ غسان بحب قلو بعد هو الشي اللي قالك إيه أكيد لأنه هو بتمنيله أنه بيشغله يقوى بعد لأنه فيه إشي كتير بالحياة للمسقيين الشباب وكذا وصعب يقوى شغله وصعب لأنه نرتاح كلنا كمان لأنه كلنا بنشتغل ونحن شوية عنا ندفت حزن أو ندفت تعب بس ماشي ماشي الحال ما بيتوقف وهو قوي كتير وجاد ما بيحب يظهر مثل ما قالت لك بيعود عنده يشغله دايما كل يوم أولاده نشكر الله وهم يعني أنا بدأ أشكره لغسان أنه عطانا كمان من وقته وبدأ أشكر حضرتك مرسي كمان لأنه أضفت قيمة كبيرة لبرنامج ناريوم تسلمين إن شاء الله مرسي أنا أنا بدأ أشكر حضورك أنا زلمي بحب الناس مثل ما قالت سيد المسيح أحبوا مبغديكم وباركوا لعينيكم وأنا بدأ أتمنى لك طولة العمر شكرا والنجاح الزيد أكتر وأكتر مرسي يا حبيبتي مشاهدينا لهم بتكون انتهت حلقتنا على أمل أن تكونوا استمتعتوا فيها ونشوفكم الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة